اشتركوا في القناة قاعدة simple present ضروري جداً أستاذ أن هذه الأزمين كلياتها تركز عليها لأن أغلب القواعد التي ستأتي في الوحدات القادمة أساسها هو التنسل قاعدة simple present في قواعد كثيرة تعتمد عليها فضروري جداً أن تركز معي وهي من القواعد السهلة جداً بإذن الله تعالى نبدأ في أول قاعدة أستاذ اللي هي simple present قاعدة المضارع البسيط فيه ثلاث أشياء ضروري أنك تركز معي فيهم رقم واحد اللي هو الفورم شكل القاعدة كيف يكون شكل هذه القاعدة رقم اثنين اللي هو الفنكشن الاستخدام الوظيفي أنا متى باستخدم هذه القاعدة وشو وظيفتها رقم ثلاث المؤشرات الدلالية اللي هي الكيويرد اللي ممكن أنها تكون في الجملة وأنا حكيت لك أنه مو شرط يكون الجملة فيها كيويرد وبالتالي رايحين نلجأ إلى الفنكشن وهذا الإشي اللي رايحين نطبقه في هذه الحصة أستاذ نبتدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بداية بدنا نبدأ بالفورم لـ simple present وهذا أول شيء رايحين نحكي عنه أستاذ الفورم زي ما بتتذكره لما شرحنا بحصة استأسيس أنه الجملة بتتكون من subject اللي هو الفاعل اللي ممكن يكون pronoun أو noun يا إما ضمير أو إنه اسم وممكن الضمير يكون ضمير مفرد وممكن يكون جمع كذلك الأمر ممكن الاسم يكون اسم مفرد وبرضه ممكن يكون اسم جمع فأول إشي بده يجيني عندي في الجملة أستاذ اللي هو subject الفاعل فاعل هذه الجملة الفاعل زي ما حكينا ممكن يكون pronoun مثل الضمائر المفردة he she it وهي الضمائر عبارة عن ضمائر مفردة أو ممكن يكون عندي singular nouns الأسماء المفردة مثل car, student, child هاي كلياتها أسماء مفردة بتذكروا لما حكينا بحصة استأسيس عن الاسم المفرد واسم الجمع إذن أول إشي في الحالة في حالة simple present رايحين نبتدأ بالsubject عنا إحنا ثلاث أشكال في الجملة شباب عنا أول إشي في حالة الستاتمنت اللي هي الحالة المثبتة لما تكون الجملة ما لها مثبتة في حالة إذا كانت الجملة عندي مثبتة بدي يجي عندي الفعل الباس فورم منه ونضيف له أس أو إي أس أو آي إي أس هذا في حالة كان إيش؟ كان الفاعل عندي مفرد بدي أضيف للفعل الباس أس إي أس آي إي أس بديك تيجي تقول لي طيب يا أستاذ أنا متى بضيف الأس ومتى بضيف الإي أس ومتى بضيف الآي إي أس هذا كلياته رايحين نشرحه بالتدريج ما راح أتركك هيك معارف كيف أنك تضيف للفعل أي وحدة منهم ففي الحالة المثبتة أستاذ مع الفاعل المفرد بنضيف للفعل أس إي أس آند آي إي أس لكن إذا كان الفاعل جمع مثل حكينا بتذكروا أنه الضمير آي بنعامله في المضارع جمع الآي والوي واليو والذي هدولة البلورال برونانز أو بلورال ناونز اللي هي أسماء الجمع بنزل الباس فوم للفعل أو بنحكي عنه اللي هو الفيرب ون أستاذ بستخدم الفيرب ون هذا في حالة المثبت إذن إذا كان عندي الفاعل مفرد أستاذ في الحالة المثبتة بدي أنزل مع الباس فوم اللي هو الفعل اس أو اس أو IES لكن إذا كان الفاعل أو عفوا إذا كان الفاعل جمع بدي أستخدم بيس اللي هو الفيرب وان مع الفعل هذا في الحالة المثبتة في حالة النقاشن اللي هي حالة النفي أنا لما بدي أجي أنفي هذه الجملة كيف بنفيها في حالة كان الفاعل مرة ثانية ركز معي هون أستاذ في حالة كان الفاعل مفرد بدي أستخدم إذن سبجكت بلس دز نت بلس بيس تمام زي الكمليمت أو الابجكت طبعا الدز نت بتتذكره لما حكينا عن الابريفياشن إلها أو عفوا الكنتراكشن الإختصار تاعها اللي هو دزنت بلس بيس وبتتذكره حكينا الدز بنستخدمها مع الفاعل إيش مع الفاعل المفرد يا حبايبي تمام الآن في حالة لما يكون عندي الفاعل جمع بدي أستخدم دو نت بلس بيس دونت بلس بيس اللي هو أصل الفعل أساس الفعل بتتذكره لما حكينا عنه في حصص التأسيس والكنتراكشن لدو نت اللي هو دونت زائد بيس إذن لما تشوف دونت و دونت هي نفس الشيء كمان مرة شباب في حالة كان الفاعل مفرد في حالة النفي في حالة كان الفاعل مفرد بدي أستخدم اللي هو التكمل في الجملة إذا كان عندنا أبجكت مثلا تمام وإذا كان عندنا الفاعل جمع بدي أستخدم دونت بلس بيس هذا في حالة شباب النفي إذن هنا المثبت وهنا في حالة النفي نيجي الآن إلى الحالة الأخيرة اللي هي حالة السؤال أنا كيف بدي أسأل في الجملة كيف ممكن أعمل سؤال على هذا الجملة؟ ركز معي أستخدم في حالة كان الفاعل مفرد كان الفاعل عندي مفرد بدي في حالة ال yes or no question بدي أسأل بدي أبتدأ السؤال بإيش؟ بدي أبتدأ السؤال بإيش؟ بدي أبلس الفاعل المفرد اللي حكينا عنه هون إن كان ضمير أو اسم أبلس الباس لأنه زي ما بتتذكره أنه بعد أفعال تدو بدي يجي عندي الفعل ما له باس فعل مجرد تمام؟ في حالة ال WH نفس الإشي بيسبق الدز هذا إيش؟ إحدى أدوات ال WH دز الفاعل المفرد زائد ال base form للفعل وما ننسى آخر إيش إيش؟ ال question mark إذن أنا إذا شفت ال question mark هذا دليل على إنه هو شغال على ال integration اللي هو حالة السؤال هذا في حالة كان الفاعل مفرد لكن إذا كان الفاعل جمع رايحين نسأل بإيش يا جماعة شكراً كل واحد جاوب ندو يس الفاعل الجمع بسأل فيه باستخدام دو دو بلس الفاعل الجمع زائد ال base form وما ننسى ال question mark وفي حالة ال WH WH question بلس دو زائد الفاعل الجمع زائد ال base form طبعاً الآن رايحين نعطي أمثلة على كل حالة حكينا عنها في هذا الجدول وننتقل إلى ال function وحكينا ال function شوه يا جماعة ال function اللي هو الاستخدام الوظيفي أنا متى بستخدم هذه القاعدة؟ عندنا four functions عندي هون أربع استخدامات لل present simple رقم واحد اللي هو permanent situation اللي هو حدث حقيقي أو حدث دائم حدث حقيقي أو حدث دائم موجود في حياتنا اليومية مثال على ذلك أستاذ عمر works as a teacher of english language لاحظ عمر فاعل ما له مفرد الفعل work شو ضفناله؟ ضفناله أصل لأنه الفاعل ما له لأنه الفاعل مفرد وإجت عندي the complimentless sentence اللي هي as a teacher of english language تمام؟ حدث دائم حدث حقيقي تمام؟ بستخدم معا اللي هي قاعدة present simple هذا هو الاستخدام الأول الاستخدام الثاني في حالة general truths أو بال facts الحقائق العلمية طبعا هستراحة أخصلك إياهم كلياتهم بfunction واحد أستاذ ومثال على ذلك the earth revolves around the sun الأرض تدور حول الشمس لاحظ the earth الكرة الأرضية اللي هي أو الأرض مفرد صح؟ شو ضفناله الفعل؟ ضفناله أس وتعتبر هذا حقيقة أستاذ أي إشي حقيقة علمية أو من الثوابة العلمية أستاذ هاي بنعاملها على قاعدة present simple تمام؟ نمبر ثري a routine in the present روتين يعني حدث بيحصل بشكل يعني بنقدر نقول regular regularly بشكل منتظم أو repeated action حدث ماله متكرر مثال على ذلك I watch a movie I من الضمائر إيش؟ من ضمائر الجمع هل ضفنال الفعل إشي؟ S E S I E S لا ليش؟ لأنه الفاعل جمع ولما يكون عند الفاعل جمع بنزل فقط الباس اللي هو إيش؟ الفيرب ون ما بضيف له أي إضافات فاستخدمنا هون إيش؟ الباس فهم من الفعل watch يا أستاذ I watch a movie over the weekends هو دايما بيحضر فيلم كل نهاية أسبوع هذا حدث إيش ماله؟ روتيني حدث متكرر نيجي على الفنكشن الأخير scheduled or fixed events in the future نعم أستاذ ممكن أني أستخدم present simple في الأحداث الثابتة أو المخطط إلها تمام؟ فيه المستقبل مثال على ذلك أستاذ the assembly starts at 7 am next week assembly له الطابور الصباحي يبتدأ أي ساعة؟ الساعة سبعة صباحاً لكن متى؟ next week إذن هذا حدث إيش ماله؟ حدث متكرر الطابور الصباحي يبدأ متى؟ الساعة سبعة كل يوم تمام؟ إذن هذا حدث أيضاً متكرر لكن متى؟ in the future في المستقبل طب أستاذ كيف أنت بتقدر تلخص لنا هاي الفنكشنز بفنكشن واحد؟ أريحك أستاذ وتطلع عليه هون فعلياً إذا بتطلع على الفور فنكشنز هون الانفصلات عندك في الكتاب رايح تلاقي إنه كل ياتهم بيحكوا عن أحداث متكررة repeated action عن أحداث تحصل بشكل منتظم دائماً تمام؟ أحداث متكررة لما يجي يقول لك permanent situation إنه الزرامي بيشتغل كمعلم لغة انجليزية هذا حدث يحصل بشكل يومي صح؟ حدث دائم حدث إيش ماله؟ دائم number two general truth of facts الحقائق العلمية أستاذ هي تحصل بشكل متكرر لما يقول لك الشمس تشرق من الشرق هذا حدث إيش ماله؟ حدث دائم حدث متكرر الماء يغلي على درجة حرارة مية سريسيوس مثلاً هذا كذلك الأمر حدث دائم تمام؟ لما يجي نحكي a routine in the present إشي روتيني أنت دائماً بتعمله هذا برضو repeated action إذا أغلبهم أستاذ عبارة عن repeated action أحداث متكررة إذن أي جملة أستاذ ابتيجيك كحدث متكرر هي simple present تمام؟ أي جملة ابتيجيك كحدث متكرر هي على قاعدة present simple الآن نيجي بعد ما شرحنا الفنكشنز وهم إلهم الأولوية دائماً أستاذ بدنا نحكي عن الكلمات الدالة إنه إذا شفت هاي الكلمات بدي أشتغل على قاعدة present simple عندي always عندي usually normally frequently generally often أو often both of them are correct ستنطين صح sometimes okay generally rarely seldom hardly ever never every last time كيف يعني الأستاذ every plus time يعني مثلا every day كل يوم every year كل سنة وضحت أستاذ شو يعني زمن every month كل شهر every night كل ليلة عنا هون برضو daily weekly yearly عنا each plus زمن زي each year each month each نفس مبدأ عنا twice زائد زمن twice a week مرتين في الأسبوع twice a month مرتين في الشهر أو once a once a week مرة في الأسبوع once a month مرة في الشهر three times زائد زمن نفس المبدأ شباب three times a week three times a year وفي حالة السؤال how often تمام هاي الكيووردز انت لما تشوفهم أستاذ بنشتغل على قاعدة اللي present simple لكن هاي الكيووردز مش إشي أساسي زي ما حكيت لك إذا كان معنى الجملة بيحكي عن repeated action عن أحداث متكررة بغض النظر هي كانت facts أو scheduled or fixed events in the future أحداث ثابتة أو مخطط إلها للمستقبل تمام إلها مواعيد ثابتة هون بالحالة هاي بدأ أستخدم قاعدة اللي present simple الآن نيجي على شرح متى أستاذي أنا بستخدم الأس والإي أس والآي إي أس طلع عندي أستاذ هون بحكي لك إحنا بنضيف الإي أس للفعل متى؟ لما ينتهي الفعل بإحدى المقاطع الآتية يعني يا أستاذ إذا انتهي الفعل بإحدى المقاطع اللي كاتب لك إياهم هون بدك تضيف للفعل إيش؟ بدك تضيف للفعل إي أس إذا انتهى الفعل بـ أس أتش أو سي أتش أو إكس أس 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 أو أو بدنا نضيف لهذا الفعل إي أس مثال على ذلك أستاذ نيجي للفعل سيرج تمام؟ سيرج انتهى بإيش أستاذ؟ انتهى ب سي أتش بدنا نضيف له إيش؟ بدنا نضيف له إي أس شو صار عندنا؟ سيرجز تمام؟ هذا مثال على سي أتش نيجي على عفوا يس على سي أتش نيجي على الأس أتش إذا انتهى الفعل بـ أس أتش أعطيتك الفعل مثلاً ووتش الفعل ووتش انتهى بإيش؟ انتهى بـ سي أتش انتهى بإيش؟ بسي أتش شو بنا نضيف له؟ بدنا نضيف له إي أس شو بصير؟ ووتش Им ضفنا له إي أس وفي حيننا أستاذ اللي هو الفعل ووش انتهى بإيش أستاذ؟ انتهى بي أس أتش شو بدنا نضيف له؟ بدنا نضيف له إي أس اللي هو ووشouse طب كمان مثال أستاذ يجي عندي الفعل go انتهى بإيش؟ انتهى بـo شو بدي أضيف له؟ بدي أضيف له e-s إذن شو صارت عندي أستاذ؟ صارت goes أوكي؟ طيب هذا في حالة إنه إجت نهاية الأحرف في نهاية الفعل بدنا نضيف للفعل e-s لكن أستاذ متى بضيف ال-e-i-s بنضيف ال-i-s إذا انتهى الفعل b ركز معي هون إذا انتهى الفعل b consonant plus y طب أستاذ نعم شو يعني consonant؟ كونسوننت أستاذ حسب ما أخذنا بحصص التأسيس اللي هي الحروف الصحيحة تتذكروا لما حكينا إنه في عنا consonants and vowels في عنا حروف صحيحة وحروف علة الفوالز اللي هم حروف العلة إيش هم شباب؟ اللي هم ال-a وال-o وال-u وال-i وال-e تمام؟ طيب ال-consonant شو هم؟ أي حرف غير ال-consonant أي حرف غير حروف العلة تمام؟ فالحروف الصحيحة اللي هي أي حرف غير حروف العلة فإذا انتهى الفعل بconsonant أي بمعنى حرف صحيح وإيجا بعدي y وإيجا بعدي y شو بنعمل أستاذ؟ بنحذف هاي ال-y وبنعوضها ب-i-e-s بنعوضها بإيش؟ ب-i-e-s مثال على ذلك عنا الفيرب هري انتهى بيش أستاذ؟ انتهى ب-y سبقه حرف consonant ال-r هي مش حرف فول هي مش حرف علة صح ولا لا؟ هي حرف صحيح وبالتالي شو بنعمل هون؟ بنحذف ال-y بنعوضها ب-i-e-s شو صارت عندك أستاذ؟ هاريز صح ولا لا؟ هيك إحنا بنضيف ال-i-e-s الفعل study مثلا طلع علي عندنا انتهى بإيش؟ انتهى ب-y إيش سبقه؟ سبقه حرف consonant حرف صحيح اللي هو ال-d صح ولا لا؟ شو بنعمل؟ بنحذف ال-y وبنضيف i-e-s شو بصير؟ بصير studies صح؟ هذا طبعا في حالة كان الفاعل ما له كان الفاعل مفرد عندي الفعل try انتهى بإيش؟ انتهى ب-y بنحذفه وبنعوض i-e-s شو بتصير؟ بتصير tries تمام؟ سهلة سهلة جدا طب أستمت أبضيف ال-s طلع لاحظ أننا نضيف ال-s للفعل عندما ينتهي الفعل بإيش؟ بال-vowel تمام شو يعني ال-vowel حكينا؟ اللي هي حروف العلة راح أكتب لك إياهم عشان ما تنساهم أستاذ إلا هم a-o-u-i-e هذول هم حروف العلة فإذا انتهى الفعل بإحدى حروف العلة وتبع هذا حرف العلة y-e-s شو بنعمل بالحالي هاي؟ بنحذف؟ لا بنخليها زي ما هي وبنضيف s المثل مثال عندنا اللي هو الفعل play يا أستاذ انتهى بإيش؟ انتهى بي y سبقوا إيش؟ سبقوا إيه؟ الإيه ما له؟ عبارة عن vowel عبارة عن حرف علة صح؟ ولا لا؟ هيو إيه؟ بالتالي شو بصير عندي؟ بنضيف s بتصير plays كمان مثال enjoy انتهت بإيش؟ انتهت بي y سبقها حرف علة شو بتصير؟ بتصير enjoys كمان مثال الفعل say انتهى بإيش؟ انتهى بي y سبقوا إيش؟ سبقوا حرف علة شو بنضيف له؟ بنضيف له s فيصبح إيش؟ يصبح عندي says الآن أستاذ حطلك هون سؤال اللي هو complete the following sentences with the correct form of the verb in brackets اللي هو سؤال صحح الفعل أستاذ أنا في عندي خطوات لما آجي بدي أحل هذا السؤال بدي أشوف شو زمن الجملة لأنه أنت ما رح يجيك فقط على الـ simple present ممكن يجيك كل الأزمنة ويخربط لك إياهم فأنا بدي أتأكد أنه أنت أمورك مية بالمية شو عملت لك بالحالة هاي؟ بعد ما نخلص كل الأزمن إن شاء الله أستاذ حاطلك 22 جملة corrective verb من جميع الأزمن اللي رايحين ناخدهم بحيات أنك تميز زمن عن زمن آخر تمام؟ فأول خطوة أستاذ لما أنا بدي أاجي أحل سؤال corrective verb رقم 1 بهم أنه تحديد الزمن بدي أحدد زمن الجملة هي present simple past continuous present perfect بالاعتماد على إيش طبعا؟ بالاعتماد على الفنكشن بلاس إيش الكي ويردز اللي أخذناهم أول خطوة اللي هي تحديد الزمن 2 بدي أشوف في السؤال المطلوب شو طالب مني في التصحيح؟ المطلوب شو يعني يا أستاذ المطلوب؟ بدي أشوف هو طالب مني مثبت أو نفي أو سؤال هاي ثاني خطوة أشوف أستاذ إيش المطلوب مني في السؤال؟ هو طالب مثبت هو طالب نفي ولا طالب مني؟ سؤال طب أستاذ أنا كيف بدي أعرف شو طالب مني؟ سهلة شوف علي رقم ثلاث عشان تميز بيناتهم طلع علي إذا كان كاتب لك جملة وفيها فراغ وحاط لك بين قوسين الفيرب الفعل لحاله ما في إيش ثاني معاني هائيا فعل تمام؟ وانتهت الجملة بإيش أهم إشي انتهت؟ انتهت بفلسطن بنقطة فإذا انتهت الجملة بنقطة وإيجا الفعل لوحده وما كان في هذا الفعل معا إيش ثاني مثل نت بالحال هاي أستاذ هذه الجملة طالب مني فيها مثبت لكن إذا كان كاتب لجملة وهذه الجملة كان حاطلة بين الأقواص نت والفيرب اللي هو الفعل النت أستاذ بتدلني على إيش؟ بتدلني على النفي إذن هون عندي في السؤال بيكون طالب مني إيش؟ نجني اللوح بيكون طالب مني نفي الفعل تمام؟ بيكون طالب مني النفي للفعل فهذا الطالب إيش؟ النغة اللي هو نفي الجملة طب أستاذ أنا كيف بدي أعرف إنه طالب مني طبعا بشرط كمان زي ما حكيت لك تنتهي الجملة إيش؟ بفلسطن تنتهي بنقطة طب أستاذ أنا كيف بدي أعرف إنه طالب مني سؤال طلعي أستاذ بيكون كاتب لك الجملة هذه الجملة بتنتهي بكوستن مارك تنتهي بعلامة سؤال وبيكون كاتب لك بين القوسين الفيرب فإنت بتميز إنه طالب مثبت من سؤال الفيرب نفس الإيش راح يكون بتطلع نهاية الجمل إذا كان حاطي فلسطوب وما عندي نطف بين الأقواص رايح يكون طالب مني لهذه الحالة المثبتة لكن إذا كان مستخدم الكوستن مارك هو طالب مني حالة إيش أستاذ حالة السؤال هاي الخطوات اللازم أنت تمشي عليها طيب وإن شاء الله أنك تقدر تحل أي جملة نيجي على نمبر ون بيحكي لك يوسف إنجينيرينج in the university of Jordan والفعل استدي بمعنى يدرس بيحكي لك إنه يوسف بيدرس الهندسة في جامعة أو الجامعة الأردنية أول إشي بدنا نحدد الزمن وتحديد الزمن أستاذ بتم عن طريق خطوتين الخطوة رقم واحد هون بدي أكتب لك إياها أو خلينا أرطبك إياهم مع بعض الخطوة رقم واحد تحديد الزمن واحد عن طريق الكي ويردس طيب أستاذ ما كان في عندي كي ويرد بل جأ بالحالة هاي للفنكشن للاستخدام الوظيفي لهاي الجملة طيب هلما بيحكي لي هو يوسف بيدرس الهندسة في الجامعة الأردنية هذا عبارة عن زي ما اتفقنا لكن لو بدنا نحدد الفنكشن أكثر بدنا نحكي إنه زي لما حكينا في المثال عنا عمر صح ولا لأ لما أجي أقول لك مثلا روان تعمل في البنك روان تشتغل في البنك هذا وبالتالي عند الجملة الأولى هون ما فيها مفتاح للحل لكن من خلال معنى هذه الجملة أو وظيفتها اللغوية يعرفنا إنه إيش ما له هذا عبارة عن هذا عبارة عن حدث متكرر وبالتالي بدأ أستخدم قاعدة إيش؟ بدأ أستخدم قاعدة إلي بريزنت سيمبل حسب ما بنذكر بقاعدة بريزنت سيمبل إحنا حددنا الزمن استخدبنا الفنكشن فيها بدأ نشوف المطلوب هو طالب مثبت أو نفي أو سؤال نيجي بداية لحالة السؤال عشان ننهي وحدة وحدة حالة السؤال هل انتهت الجملة هون سوري هل انتهت الجملة بكوستيوم مارك لا انتهت بفلسطوب إذن هو مش طالب حالة السؤال هاي رقم واحد طيب نيجي لحالة النفي هل جاء بين الأقواس عندي هون أستاذ نط ما في عندي نط إذن هو شو طالب طالب مني الحالة المثبتة وحكينا في الحالة المثبتة إذا كان الفاعل مفرد راح نضيف للفعل أس أو إي أس أو آي إي أس صح لكن إذا كان الفاعل جمع رايحين ننزل الباس فون منه اللي هو الفيرب ون تمام نيجي نتطلع على الجملة الأولى أنا السبجكت عندي هون مين يا جماعة يوسف وهذا عبارة عن إيش عبارة عن اسم صح مو شرط أنا حكيت لك يجيك ضمير ممكن يجيك اسم هذا عبارة عن نون هذا الاسم أستاذ الموجود عندي اسم مفرد ولا اسم جمع يوسف اسم مفرد صحيح ولا لا طيب بما إنه اسم مفرد بدنا نيجي نضيف للفعل أس أو إي أس أو آي إي أس الفعل استدي أستاذ انتهى بإيش انتهى الفعل بي واي سبقه دي سبقه دي طيب حكيان لما ينتهى الفعل بي واي والدي تعتبر من الكونسنانتز تعتبر من الحروف الصحيحة شو باجي بعمل بالحالة هاي أستاذ بنيجي مباشرة وبنحذف الواي وبنضيف إيش وبنضيف آي إي أس فشو بصير عندي الفعل بصير عندي الفعل أستاذ اللي هو ستديز تمام الفعل بصير عندي ستديز سهلة كمان مثال نمبر سموكينج فراغ باد فو يو هلث طيب بدنا نحدد الزمن بقولك سموكينج اللي هو التدخين سيء لصحتك التدخين سيء ويعني انت لما سيش تحكيها هي حقيقة صح ولا لا هي حقيقة عامة إذن أنا بدي أستخدم أي قاعد يا أستاذ بدي أستخدم قاعد present simple كويس كثير إذن إحنا حددنا الزمن لاحظوا الأولى والتانية حلناهم بدون كي ويرد إحنا قاعدين الأستاذ بنحل على الفونكشن تمام سموكينج باد فو يو هلث طيب حددنا الزمن أي نعم اللي هو present simple بدنا نحدد المطلوب أستاذ طالب سؤال لا ما انتهت بquestion mark طالب نفي ما في مع الفعل not إذن طالب إيش طالب المثبت كويس كثير طيب سموكينج سموكينج بدأ الجملة بverb ing بتذكر بالتأسيس لما قلتلك إنه إذا بدأت الجملة بverb ing وما بسبقها شيء هذا الإشي بنسمي gerund المصدر وزي ما بتذكره حكينا إنه ممكن يكون السبجكت والأوبجكت gerund ليش طبعا الجرند شباب الله هو المصدر هون معناتها مش يدخن هون معناتها التدخين إذن السبجكت للجملة إيش هو التدخين ما له التدخين بدنا نصرف أفعال بي في حالة الفيرب one يعني لدرس التأسيس أفعال بي بالفيرب one اللي هم إيش إذ آم آر إيش همه إذ آم آر وحكينا إذ للمفرد آم وذ آي وآر مع الجمع مظبوط ولا لا كويس كثير طيب أستاذ سموكينج مفرد ولا جمع حكيت لكم إياها في التأسيس أستاذ إنه دائما المصدر دائما الجرند يعامل معاملتي المفرد دائما المصدر يعامل معاملتي المفرد إذن بدي أستخدم معاه إز ولا آر أستاذ بدي أستخدم معاه إز ليش لأنه سموكينج مفرد سموكينج مصدر سموكينج جيرند عبارة عن إيش عبارة عن مصدر ودائما المصدر شو بكون بكون مفرد وحكينا أفعال بيبل present إز آم آر ولأنه الفاعل عندي هون مفرد بدي أستخدم إز سموكينج إز باد فو يو هلث سنتنس نمبر ثلين نيجي على الجملة الثالثة حط اللي فراغ أحمد فراغ his grandparents weekly وحدي وحدي انحدد الزمن نيجي بدنا نحدد الزمن بداية هل عندي كي ويرد في الجملة يس في عندي اللي هي weekly أستاذ أسبوعيا هذا أصلا يعطيني إيش repeated action يعطيني حدث متكرر routine تمام routine طيب حددنا الزمن وهو present simple عن طريق الكي ورد ثاني إشي هو طالب مني سؤال يس انتهت الجملة بإيش بquestion mark إذن هو طالب مني حالة السؤال شو بأجي بعمل هون بما إنه طالب مني السؤال بتطلع على الفاعل الفاعل عندي إيش أحمد أحمد ما له أحمد فاعل مفرد إذن لما يكون عندي في present simple الفاعل مفرد بدي أسأل be does بدي أسأل be does لكن لو كان الفاعل جمع بدي أسأل be do إذن بداية الجملة عندي هون بما إنه الفاعل مفرد بدي أسأل أستاذ be does شو صارت عنده الجملة دز أحمد دز أحمد بعد الدز حكينا شو بدي يجي عندي الفاعل base form شو بدي يجي base form شو ال base form من visit هو نفسه يا أستاذ visit تمام طيب sentence number four the bank فراغ next sunday at three o'clock تمام وعند الفاعل close بداية أنا الجملة هون طالب مني سؤال لا طالب مني نفي ما فيش نط مع close لا إذن طالب مني المثبت طالب مني المثبت طيب احنا فشقنا عن نقطة اللي هي تحديد الزمن نيجي نحدد الزمن هلا هو بحكي لي next sunday الأحد القادم هيك future لكن أعطاني وقت محدد لما يكون في عندي future زائد وقت محدد هذا شو حكينا بنسمي هو function number four اللي هو الاستخدام رقم أربعة scheduled or fixed events in the future بنستخدم مع simple present لما يكون عندي حدث ثابت لكن ماتا بصير في المستقبل أنا هون بدي أستخدم اللي هي قاعد present simple بما أنه حدث ثابت متكرر مباشرة present simple فنيجي عندي هون أستاذ the bank مفرد ولا جمع مفرد إذا بدنا نضيف له إيش بدنا نضيف له s, c, s, i, s إلى آخر عند الفعل هون close انتهى بإيش شو بدنا نضيف هنا بدنا نضيف s closes نيجي على sentence number five بحكي لي the lion فراغ grass full stop بما أنه حاط full stop بدنا نستثني اللي هو السؤال question four حاط لي بين الأقواس إيش حسنا خلص بدون من نطلع حون حاط لي بين الأقواس إيش not و eat حاط لي not إذن هون طالب مني إيش طالب مني أستاذ نفي كويس كثير بدنا نحدد القاعدة the lion far grass وحاط لي الفعل eat يأكل not eat الأسد ما بياكلش العشب هذا عبارة عن إيش عن general truth هاي عبارة عن حقيقة تخيل أسد بيأكل عشب إلا الأسد الموجود في الرصيف بيأكل ترموس هذاك العالم بتروح بتعطي ترموس من كتر موجعان بياكل ترموس تمام عندنا هنا بيحكي لك الأسد ما بياكلش العشب هذا عبارة عن general truth طيب هلا بما أني أنا بدي أشتغل على قاعدة النفي بدنا نطلع على الفاعل مفرد أو جمع هذا الليون هو فاعل مفرد وبالتالي بدنا ننفي باستخدام إيش باستخدام لكن لو كان الفاعل جمع بدنا ننفي باستخدام don't كويس كثير فأنا بدي أجي أستخدم السبجكت بعدي إيش أستاذ بدي أستخدم مع أداة النفي اللي هي إيش doesn't شو هي doesn't أو does not doesn't أو does not بلس إيش بلس الباس فورم للفاعل دائما الفاعل بين أقواس هو باس فورم شبه عشان ريحكم الفاعل دائما الموجود بين أقواس هو الباس فورم فأنا ببدك الباس فورم هو جاهز عندك هون أستاذ doesn't plus إيش doesn't eat تمام هذا كل إشي بخصوص قاعدة present simple إن شاء الله إنه جميع أفكارها صارت عندكم فعليا أستاذ إذا بتمشي على هاي الطريقة بتحل أي جملة present simple الله يعطيكم ألف ألف عافية وبرك الله فيكم نلتقي معكم في الحصة القادمة نشرح فيها الباس simple الله يعطيكم العافية السلام عليكم اشتركوا في القناة